المنظومة الهجومية لازم يكون فيها تطوير ماينفعش منتخب مصر بالأسماء اللي موجودة بإمكانيات محمد صلاح بوجود مصطفى محمد بعدم الاستفادة بمحمد شريف ودي أعلامة استفهام كبيرة جداً إن منتخب مصر ما يحرس غير أربع أهداف عمر مرموش هل الضغط لسه لعب صغار في السن مش قادر يكتسب الصفة الدولية من بطولة زي دي دي برضو جزء لازم نناشه الفترة الجاية فبالتالي المنظومة الهجومية محتاجة يكون فيها تطوير بنسبة كبيرة لأن انت في مباراة السنغال انت مش محتاج نقط انت بتلعب على مرحلة النوك أوت تكسب عتتأهل غسرت عتخرج محتاج تكسب السنغال في القاهرة محتاج تطلع بنتيجة إيجابية مع السنغال في دكار فبالتالي الأداء في كاسر أمم إفريقيا لازم يختلف شكلاً وموضوعاً في الدور الفاصل أمام المنتخب السنغال اللي هو بصراحة بأمانة أفضل فريق في قارة إفريقيا خلال السنوات السناثة الأخيرة أنا مبارحه لو بستعرض تشكيل فريق السنغال حارس مارما بيلعب في تشيلسي خط الدفاع باكرايت في بايرن ميونيخ باكليفت في باريسان جيرمان وسط ارتكاز نابولي الإيطالي يعني لعبة بتلعب في أكبر دوريات وأكبر الأندية ساد يوماني طبعاً نجم البطولة وأفضل لعب في البطولة فبالتالي المباراة هتبقى صعبة جداً فلازم التحضير لي اتحاد الكلام